في شأن آخر قالت الأمم المتحدة أن تفتيش الصنف المحملة بصادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود استؤنف بعد توقفه يومين وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الصراع الحالي في أوكرانيا ويشكل مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة مركز تنصيق المشترك في اسطنبول مهمته تنفيذ هذا الاتفاق اشتركوا في القناة